استعراض للقوة العسكرية قدمته روسيا في يوم البحرية بمشاركة صفن حربية وغواصات نووية وألاف الجنود الرئيس فلاديمير بوتين تابع العرض السنوي في مدينة سينت بيترسبيرغ وكشف أن البحرية على موعد مع استقبال ثلاثين سفينة جديدة خلال هذا العام تعزيز عسكري روسي يأتي في وقت تشتد فيه أمواج التوتري في البحر الأسود بين موسكو وكييف عقب فشل تمديد اتفاق الحبوب أي رسالة تريد روسيا إيصالها إلى أوكرانيا وإلى حلفائها في الغرب ضيفنا من موسكو الدبلوماس الروسي السابق أليكساندر زاسبكين سيد زاسبكين أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار يعني عرض عسكري ضخم وكلمة للرئيس فلاديمير بوتين خلال هذا الاستعراض البحرية الروسية يعلن اليوم الرئيس بوتين توسيع حجم القوات البحرية يؤكد أن 30 سفينة جديدة ستنضم إلى هذا الأسطول نتسأل معك الليلة لماذا هذا الإعلان في خضم تصاعد حدة التوتر في البحر سيد أليكساندر أعتقد أن هذا التصريح التقليدي يعني شيئاً للمجتمع الروسي ونفتخر بالأسطول البحري وأملياً هناك خمس أساطيل في كل أنحاء من البلطيك والأسوات ومحيط الهادي وبالشمال ومعه جار اليوم هذا عيد تقليدي وشعب الروسي يرحب به ف30 سفينة شيء عادي وأظن أنه تطور سيحدث خلال السنوات القادمة أكثر من ذلك وبنسبة للرسائل أنا لا أعتقد أنه اليوم وجه بوتين أي رسائل خاصة بهذه المناسبة ما نعيشه لبعض فشل صفقة الحبوب هذا كان متواقع وممكن نتحدث سوى هذا الموضوع ولكن بدون الربط مع بين هذا وهذا الحفل اليوم هلأ هو موضوع عن هذا الحفل وتحديداً ما تطرق إليها الرئيس بوتين خلاله بما أنه ذكرت لي أنه 30 سفينة يمكن ليست بالمهمة وليست بالشيء المهم بالنسبة لأسطول بحري روسي مهم جداً يعني إذا ما قررنا سيد أليكزندر القدرات البحرية الروسية مع يمكن نظيرتها الأوكرانية لا يمكن لنا حتى أن نقارن وبالتالي هنا كان التساؤل لماذا التوقف عند هذه القدرات إذا كانت الحرب فقط مع الجانب الأوكراني من المؤكد أنه في رسالة توجهة يمكن بالتحديد للنيتو سيد أليكزندر ما رأيك في ذلك؟ بصراحة أنا لا أعتقد أنه بوتين اليوم يريد إرسال أي رسالة إلى الأوكرانيين إلى نظام كييف أو حتى إلى الغرب لأنه صورة واضحة تماماً الحرب مستمرة والتفاوط مرفوض من كل الأطراف في المستقبل المنزور لن يحدث وهناك الخصم العسكري مطروح بدرجة أولى في البر أما في البحر فما نرى ما سيحدث ولكن الصفقة انتهت فلذلك ما فيش ضماني للأمن في البحر لكن يقولها الرئيس سيد أليكزندر وحضرتك تبعت هذه الكلمة أن هذا الأسطول البحري الروسي كان ولا يزال حامياً لا يقهر لحدود بلادنا وفي ذلك رسالة واضحة أيضاً يمكن عم شوفك عم تبتسم أنا عم بحاول أني أوصل لهذه الرسالة معك لأنه حقيقة لا احتمالات بتحريك الأسطول الروسي أفضل الله نحن نفتخر بهذا الأسطول خلال كرون من الزمن في الامبراطورية روسية في الاتحاد السوفيتي واليوم والأسطول الروسي متفوق هناك الأشياء خارج أي تصور غوصات وهناك يعني قدرات هائلة لهذا الأسطول ولكن هذا شيء استراتيجي والشيء يتفوق كل الاعتبارات الأخرى بطبيعة الحال إظهار قوة الأسطول الروسي وجهوزيته والتأكيد أيضاً بأن هناك قطع بحرية جاهزة للرد على أي خطر يستهدف روسيا يتزامن سيد أليكزندر مع تصريحات لافتة جداً لمدفيدف الذي قال كنا سنضطر لاستخدام النووي لو كان هجوماً أوكرانياً ناجحاً يعني من جهة في عنا الرئيس بوتين الذي يهدئ ويريد ترك هذه الصفحة مفتوحة مع أوروبا على وجه الخصوص من جانب آخر نرى السيد مدفيدف يقول أن روسيا ستكون مضطرة للتراجع عن عقدتها النووية في حال وجهها أي خطر كيف يمكن أيضاً قراءة هذه التصريحات في خضم التصاعد أو حدة التصاعد في البحر أظن أن هناك بصير يكون منطقة التالية بوتين يقول أننا أبداً لن نسعى إلى تصادم مع ناتو ونحن لن نسعى إلى استقدام السلاح النووي ولكن إذا كان هناك الهجوم من الجانب الآخر فنحن لأدين كل شيء متوافر وجاهزين لكل سيناريو هذا هذا هو كلام لرئيس Путين اليوم أصنا المقابلة مع صحفيين فعلي ذلك نحن نرى هنا تركيز على عدم استقدام السلاح النووي وعدم رغبات روسيا في ذلك المدودي هو مكان خاص بهذا الموضوع يريد إبراس موقفه أكثر تشددًا وأكثر صريحًا في إمكانية استخدام السلاح النووي أنا أعتقد أن مدودي هو تشددًا أكثر من اللازم بس بنسبة له ليس الحال بس بنسبة لرئيس Poutine لديه الموقف يختلف وكأنه لعبة أدوار في هذه الحرب يا سيد أليكسامدر في كل مرحلة منها تكون هناك تصريحات متناقضة إلى حد ما ما بين الجانبين صحيح أنه مدودي هو يريد أن يقول للعالم أنه على بوتين عنده مواقف معقولة بس الله بصراحة أنه لديه شيء الأكثر تشددًا وأنا على الحق عندما أتحدث عن الوقاة الغربية فلذلك يجب أن يكون الجواب الشديد من الجانب الروسي بس أنا أعتقد أنه بوتين عنده موقف متوازن وفي نفس الوقت واضح أنه روسيا ستحمي مصالحها بشكل كامل شكرا جزيلا على المشاركة وهذه القراءة معنا الليلة الدبلوماسية الروسية السابق أليكسامدر زاسبيكين